الآن طلاب سوف أقوم بحل السؤالين الثاني والثالث من التدريب صفحة 15 الذي يتعلق بحل المعادلات الخطي من التدريب صفحة 15 يقول السؤال الثاني أثبت أن جذر 2 زائد 1 هو حل المعادلة X مربع ناقص 2 X ناقص 1 يساوي 0 بعدين يسألني هل هناك حل آخر أنظر أثبت أن جذر 2 زائد 1 هو حل للمعادلة X مربع ناقص 2 X ناقص 1 يساوي 0 بعدين هل يوجد هناك حل آخر إذا بتذكروا أنا عند اللي أخدت المعادلات الخطي قلت حل المعادلة ما هو حل المعادلة هو إيجاد قيمة X التي تحقق المعادلة الحل يحقق المعادلة كيف يعني بيحقق المعادلة يجعل الطرف الأيسر يساوي الطرف الأيمن المقصود بحل المعادلة هو قيمة X التي تحقق المعادلة كيف يعني تحقق المعادلة ما معنى تحقق المعادلة تجعل الطرف الأيسر بيساوي الطرف الأيمن الطرف الأيسر طلابنا هو L1 الطرف الأيمن طلابنا هو L0 أنا لازم لازم عوض الـ x بجذر 2 زائد 1 في الطرف الإسار شا قد يصير معي الناتج؟ صفر هيك بتتحقق معي المعادلة لذلك أقول الحل نعوض جذر 2 زائد 1 يعني نعوض x يساوي نعوض x يساوي جذر 2 زائد 1 في المعادلة x مربع ناقص 2x ناقص 1 يساوي صفر يجب أن يحقق طرفيها لدي الطرف الأول الواحد هذا هو الواحد الطرف الإسر الواحد هو الطرف الأيسر الطرف الأيسر هو x مربع ناقص 2x ناقص 1 كل x رح عوضها بجذر 2 زائد 1 يصير عندي الـ x مربع هي جذر 2 زائد 1 للتربيع ناقص 2 بجذر 2 زائد 1 هي الـ x عوضها جذر 2 زائد 1 ناقص 1 هذا الطرف الأيسر رح يشتغل فيه رح فك المتطابقة رح دخل على القوس لشوف الناتج اللي رح يطلع معيه لحتى يكون حل شقد لازم يطلع معي الناتج طلاب؟ تحت 2 تحت الجذر زائد 1 الجذر 2 زائد 1 نعم ولكن حتى يكون حل قديش لازم يكون ناتج الطرف الإسر؟ صفر أحسنتم لازم يكون صفر هيك بحقق المعادلة أنا بدي بسط هذا الشكل رح فك المتطابقة جذر 2 زائد 1 للتربية الأول جذره تاني شارت تاري جذره وهي ناقص 2 دخلها على القوس الأول أفول مربع الأول أعتذر زائد 2 بالأول بالتاني زائد مربع الثاني مربع جذر 2 هي 2 زائد 2 بالأول بالتاني 2 جذر 2 زائد 1 هل لقى النقص 2 بدي دخلها على القوس ناقص 2 بجذر 2 هي ناقص 2 جذر 2 ناقص 2 بالزائد 1 هي ناقص 2 ناقص 1 أنظر 2 زائد 2 جذر 2 زائد 1 ناقص 2 جذر 2 ناقص 2 ناقص 1 2 جذر 2 راح أنت مع الناقص 2 جذر 2 والزائد 1 راح مع النقص 1 والزائد 2 راح أنت مع النقص 2 يبدو أنه ما تم عنده شي 2 زائد 1 ناقص 2 ناقص 1 راحوا مع بعض بيكون الناتج صفر والذي يساوي اللي 2 عوضت الـx هي جذر 2 زائد 1 في المعادلة قديش طلع معي الناتج الناتج صفر من هو الصفر؟ هو الطرف الإيمان معناته الـ1 يساوي الـ2 الـ1 يساوي الـ2 المساواة صحيحة والعدد جذر 2 زائد 1 هو حل للمعادلة السابقة إذن العلاقة صحيحة والعدد جذر 2 زائد 1 هو حل للمعادلة السابقة حل المعادلة هو قيمة المجهول التي تحقق المعادلة كيف يعني يحقق المعادلة يجعل الطرف الإيسر يساوي الطرف الإيمان هل يوجد حل آخر؟ نعم يوجد حلا آخر لأنه المعادلة من درجة ثانية إلى حلين ولكن هذا الحل سوف نتعرف عليه في بحث قادم لأنه في عندي طريقة اسمها طريقة المميز دلتا هاي اللي راح نأخذها إن شاء الله تعالى في بحث قادم ننتقل للسؤال الثالث يقول السؤال الثالث طلاب أثبت أن السؤال الثالث مشابه لثاني أثبت أن جذر الخمسي زائد واحد عدنين هو حل المعادلة إكس مربع يساوي واحد زائد إكس هل يوجد هناك حل آخر؟ أيضا حتى يكون جذر الخمسي زائد واحد عدنين هو حل هذه المعادلة يجب أن يحقق طرفيها يعني يجب أن يكون الطرف الإيسر يساوي الطرف الإيمان بتعويضه لذلك أقول الحل نعوض إكس يساوي جذر الخمسي زائد واحد عدنين في المعادلة إكس مربع يساوي واحد زائد إكس يجب أن يحقق طرفيها وهن طلاب لدي الطرف الأول أو الطرف الإيسر هو إكس مربع والطرف الإيمان هو واحد زائد إكس رح عوض الإكس في الطرف الإيسر وأوجد الناتج برجع بعوض إكس جذر الخمسي زائد واحد عدنين في الطرف الإيمان وبسط لأوجد الناتج لشوف هل الواحد يساوي إلى الاثنين لنعا لدينا الطرف الأول الواحد هو إكس مربع صح طرف الإيسر هو إكس مربع عوض الإكس بجذر الخمسي زائد واحد عدنين بيصير عندي جذر الخمسي زائد واحد عدنين للتربية هذا التربية للكل لكل الكسر التربية بينزل على البسط وبينزل على المقام بيصير عندي جذر الخمسي زائد واحد للتربية على مربع المقام أربعة لتربية أربعة البسط هو متطابقة تربيعية مربع الأول زائد اثنين بالأول بالتاني زائد مربع الثاني مربع جذر الخمسي خمسي زائد اثنين جذر الخمسي اثنين بالأول بالتاني زائد مربع الثاني واحد على أربعة أجمع الأعداد الصحيحة مع بعض في البسط خمسي زائد واحد والتي تساوي الست زائد اثنين جذر الخمسي يصير عندي البسط هو ستي زاد اتنين جذر الخمسة على اربعة لو انعنت النظر في هذا الشكل الاخير هذا مو الشكل المبسط الساقابل للتبسيط هو ان اختصر اخراج اتنين عفوا اخراج اتنين عام المشترك من البسط يعني بيصير عندي من البسط انا اذا بدي اخرج اتنين شو بيضل عندي في البسط ستي عتنين ثلاثي زائد اتنين جذر الخمسة على اتنين جذر الخمسة على اربعة قول اتنين بتروح مع الاربعة بيضل عندي اتنين في المقام صار عندي ثلاثي زائد جذر الخمسة على اتنين اذا ناتج الطرف الايسر هو ثلاثي زائد جذر الخمسة على اتنين انا عوضت الاكسي جذر الخمسة زائد واحد على اتنين في الطرف الايسر واختزلت حتى وصلت الى هذا الشكل الآن أعوض بالطرف الإيمان لنرى هل سيكون الواحد يساوي الاتنين إلا لا الاتنين الطرف الإيمان هو واحد زائد اكس هذا الطرف الإيمان واحد زائد الاكس عوضته جذر الخمسي زائد واحد على اتنين طبعا رح وحد المقامات بضرب هون باتنين وهون بواحد صف المقام المشترك هو باتنين اتنين زائد جذر الخمسي زائد واحد على اتنين اتنين زائد جذر الخمسي زائد واحد على اتنين والتي تساوي صح ضربت باتنين وصار المقام المشترك اتنين ضربت الواحد هون اتنين زائد جذر الخمسي زائد واحد على اتنين اتنين زائد واحد تلاتي زائد جذر الخمسي على اثنين الطرف الايمن قديش ثلاثة زائد جذر الخمسي على اثنين والطرف الايسر هو نفسه ثلاثة زائد جذر الخمسي على اثنين اذا بتعويض اكس هي جذر الخمسي زائد واحد على اثنين حصلت على ان الواحد يساوي الاثنين هذا يؤدي الواحد يساوي الاثنين فالعلاقة صحيحة والعدد جذر الخمسة زائد واحد ع اثنين هو حل للمعادلة السابق إذن العلاقة صحيحة والعدد جذر الخمسة زائد واحد ع اثنين هو حل للمعادلة السابق هل يوجد حل آخر؟ أقول نعم يوجد حل آخر إذن الواحد زائد واثنين ذكرناها نعم يوجد حل آخر نتعرف عليه في بحث قادم شلون بطريقة المميز دلتا اللي ان شاء الله تعالى رح ندرسها في المستقبل في هذا العام هذا طلابنا حل السؤال الثاني والثالث من التدريب في الصفحة خمسة